فيه آثار اقتصادية صعبة جدا السنة الجاية فيه حاجة احنا اتكلمنا عنها من أربع خمس شهور الركود التدخمي يعني ايه احنا عارفين الركود ده ان السلع ما بتتبعشي التدخم يعني السلع غالية عادة بيمشوا عكس بعض السنة الجاية حيعيشوا سوا سوا ان الركود ان الحاجات ما بتتبعشي لكن تفضل أسعارها غالية ده نكت في الحكاية ان الحاجات ما بتتبعشي لكن يعني موجودة هتبقى قاعدة كده لكن أسعارها ما بتنزلش وفي هذا الإطار أنا عندي سؤال مش فهمه بجد والله وما عندش ليه إجابة عندما بدأ تعويم الجنيه خلاص الناس ابتدت بتسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين هبا تلاتة وعشرين اربعة وعشرين احنا مستنيين بقى يوصل مش عارف فين ثم توقف عند مرحلة اربعة وعشرين وينوس اربعة وعشرين ايه وينوس خلاص فالسلع زادت عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين ونص سؤالي اللي مش لقيله وجادة لماذا يستمر ارتفاع الاسعار ما هو لو كان اربعة وعشرين ونص بقى خمسة وعشرين اقولك ايوة احنا في زيادة الخمسة وعشرين لو كان زاد بقى خمسة وعشرين ونص احنا في زيادة الخمسة وعشرين ونص انما احنا وقفين اربعة وعشرين ونص وبنشوف زيادات الخمسة وعشرين والخمسة وعشرين ونص والستة وعشرين ليه مش فاهم يعني مثلا نتحدث عن العلف يزيد نتحدث عن السكر يزيد نتحدث عن الرز يزيد نتحدث عن البيض يزيد لماذا يزيد يعني انا الاول كنت فهمك وشايفك اه الدولار الزيادة المشعر تحت عمرك انا لماذا تزيد اسعار السلع بشكل مستمر على فكرة ان انا بكلمك بقى لا بارقام ولا ببتاع احنا بنتكلم على معدل تضخم شكله كده عشرين في المية شكله كده ممكن يبقى اكتر شكله عامل كده انما هو السؤال المهم ايه هي الاليات اللي في السوق اللي بتؤدي لارتفاع اسعار الفول والعدسو انت قلتلي يا عمر انا حاسم على الدولار ده حبيبي بتاعك حسبت على الدولار يا باشا رفعت اسعارك عملت كل حاجة طيب لماذا هيستمر للارتفاع ما هو هنا بقى احنا دخلنا في اللام عقول دخلنا في الاشياء اللي ملاش اي معنى وانا بقول لحضرتك ناس كتير مستغربة وناس كتير يعني بتقول ايه الكلام ده ازاي يعني السلعة انا بقول لك حترط رط حترط رط اللي بيجرى في السوق ده بيبوز السوق اكتر واكتر يا جماعة الناس انكوت بغلاء الاسعار انا لا هقول لك الناس صمدة ولا الناس لا انكوب غلاء الاسعار الاسعار بهدلت الناس خلاص يعني ما احنا مش احنا بس العالم كله الناس اتبهدلت فيه ولما اجي اجيب لك ان دولة زي بريطانيا فيه ناس بقت بتاكل وجبة واحدة بيقللوا الوجبات بيعملوا حاجة اسمها تصغير الكميات يعني مايجيش هو بقى يزود السعر هو يقلل الكمية يعني هو بدل ملعبه وكيلو تبقى كيلو لربع بدل مزيت لتر يبقى لتر اللي ربع يقللوا ده في النهاية يعملوا فرع الاسعار ولكن الناس كلها عايشة في مقسات الاسعار خلاص مش تحت امرك حلو طيب عندك شعب صابر بيستحمل بيحاول يتصرف الناس اللي بتشتغل شغلانة بقت تشتغل اتنين الناس بقت بتستلف كل الكلام اللي احنا عارفينه ده ما تدوسش اكتر من كده خصوصا انه هو ما هو وقف على 24 ونص ارجع تاني واقول لك الناس اللي مع بطاقات التموين وبتاع دول في رابط الدولة ولا منحة ولا منها هؤلاء في رقبة الدولة ملناش دعوا بيوم اتحدث عن الطبقة المتوسطة أجماعة اتحدث عن الشريحة المتوسطة ومتطبقة متوسطة اتحدث عن الشريحة العليا متطبقة متوسطة الناس دي كلها بتعاني على فاكرة حتى الناس الأغنية تيجي تشوف الهوانم والبهوات وهم خارجين من السوفر ماركت يكلموك عن الأسعار عاملة إزاي السؤال المهم أيوة هناك توفر إلى حد 90% من السلع متوفرة في بعض السلع بيتلعب فيها شوية وبرضه مش فاهم إيه سبب اللعب وعلى فكرة واضح جدا إنه ارتفاع الأسعار أقوى من التشريع بمعنى إيه إنت جيت قلت مفيش رز غير بـ 15 ممشيش الحال مفيش رز غير بـ 15 ونص ممشيش الحال مفيش رز غير بـ 16 ونص ممشيش الحال مفيش رز غير بـ 18 وبرضه الحال إيه مش قد كده فده معناه إيه إنه اللي بيلعب أو اللي معاه السوق هو أقوى من الدولة ودايما كده دايما حيفضل كده إنه اللي معاه السوق أنا تاني لا أتحدث عن المواطن اللي بياخد رز التموين لا أتحدث عن مواطن اللي بياخد زيت التموين هذا له حكومة تحميه أنا بتحدث عن ناس اللي بتنزل تشتري وبتعمل ما يسمى بالسوق أنا بسأل سؤال مهم النهاردة وبجد أنا مش بسأله وعندي إجابة لماذا يستمر ارتفاع أسعار أي شيء؟ أي شيء ادخلوا أقعد في مطعم وكل فاتورة بتاعة الإسبوع اللي فات ما هو ده التدخم غير فاتورة الإسبوع ده الفول والطعمية الجبنة البيضة اللبن طب ده بيجرى ليه أنا ما عنديش فيه ناس يقولك برضو يا جماعة التوفر لا توفر إيه؟ السلع موجودة السلع موجودة إحنا بنخش سواء كان قطاع حكومي ولا قطاع خاص ولا أخرو لا يعني غالبية علشان بس الناس ما تقوليش إيه أنت مش حاس غالبية السلع موجودة عايز أنواع جبنة موجودة أنواع جبنة عايز أنواع لبن في عشر شركات عاملة لبن عايز معلبات في كل المعلبات بأنواعها المختلفة عايز يعني أنا رأيي أنه السوق المصري مش زي أسواق بره كتير يعني فيه كل التنوع ولكن بكام ولماذا تزيد نفسي أفهم إحنا مش عايزين نوصل لمرحلة أنه السلعة تبقى موجودة ومحدش هشتريها أنا بصراحة بجد أنا مش عارف التسعير بتعمل إزاي وبعدين بقينا في حلزونة يا أم الحلزونة تكلم ده يقول لك أصلي ده تكلم ده يقول لك أصلي ده تكلم ده يقول لك أصلي ده طب وبعدين هي ملهاش سقف هي ملهاش نهاية في ناس عايزة تمص دمنا في ناس عايزة تخرم المركب عن عمد في ناس شايفة الخمسة وعشرين في المية والتلاتين في المية اللي بيعملوها في الأسعار ترجمة نانسي قنقر